لا يبدو أن الفلسطينيين مستعدون للتخلي عن حلم العودة حتى وإن كان طريقها محفوفاً بالمخاطر الإطارات المططية جعلوا منها عنواناً للجمعة الثانية على التوالي لمسيرة العودة الكبرى والتي تسبق الذكرى السبعين لنكبتهم في تحرك عفوي لم يبالي بتهديدات الإسرائيلية هدفهم تأبين نحو عشرين شهيداً سقطوا الجمعة الماضية بنيران جنود الاحتلال في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل تهديداتها للرد على أي اختراق للحدود ومنع واشنطن مجلس الأمن من إدانة إسرائيل لقمعها مسيرة العودة الأمر الذي قوبل بانتقادات دولية واسعة السلطة الفلسطينية أدانت بشدة عمليات القمع التي يقوم بها الاحتلال في غزة وطالبت مندوب دولة فلسطين في الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي للتحرك الفوري للعمل على وقف هذه الوحشية أما مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فقد حث إسرائيل على عدم استخدام القوات المفرطة مع المحتجين الفلسطينيين وأن اللجوء غير المبرر لاستخدامها قد يرقى لمستوى قتل المدنيين عمدا هكذا يحاول الفلسطينيون مخاطبة العالم من على حدود عودتهم فهل ستثمر المواجهة مع المحتل الإسرائيلي لاسترداد الأرض؟